اشتركوا في القناة اعلم عن بعد الحضور والاستعداد قبل الحصة بدقائق تجهيز الدفاتر والاقلام اذهبوا الى دورة المياه قبل البدء واجلسوا حتى انتهاء الوقت ما اسم صورتنا؟ نعم صورة الماعون من آية 4 الى نهاية الصورة ما هي اداب تلاوة القرآن الكريم؟ اضع يدي على صدري واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون بعد ذلك تأخذ المعلمة الحضور والغياب ايام الاسبوع سبعة نبدأها بيوم الاحد الاثنين الثلاثة الأربعة الخميس الجمعة السبت بالامس يا اصدقائي كان يوم الاحد ما اليوم الذي يأتي بعد يوم الاحد؟ نعم الاثنين بالامس يا اصدقائي كان التاريخ خمسة وعشرون ما الرقم الذي يأتي بعد رقم خمسة وعشرون؟ نعم ستة وعشرون إذن اليوم الاثنين التاريخ ستة وعشرون نحن في شهر ماذا؟ نعم ربيع الأول ورقمه ثلاثة من سنة 1443 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف حال التقص الآن؟ مشمس، غائم، غبار، منطر نعم طقصنا الآن مشمس بعد ذلك ننتقل الآن إلى المفاهيم الدينية من ربي؟ ربي الله ما ديني؟ ديني الإسلام ما النبي؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كتابي؟ القرآن الكريم أين الله؟ الله في السماء على العرش استوى كم عدد أسماء الله الحسنى؟ 99 اسم ومن هذه الأسماء الجليل، الكريم، الرقيب أركان الإسلام خمسة أولاً شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثانياً إقام الصلاة ثالثاً إتاء الزكاة رابعاً صوم رمضان خامساً حج بيت الله الحرام بعد ذلك نستمع إلى أنشودة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الآن ننتقل إلى المفاهيم الوطنية من هو مؤسس المملكة العربية السعودية؟ نعم الملك عبد العزيز ومن هو ملكنا؟ الملك سلمان ومن هو ولي العهد؟ الأمير محمد ما لون علمنا؟ أخضر وأبيض ماذا يكتف في العلم؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله ماذا يرسم في العلم؟ السيف على ماذا يدل السيف؟ يدل على القوة بعد ذلك نستمع إلى النشيد الوطني اليوم يا أصدقائي سوف نتعرف على مفهوم جديد وهو مفهوم الأيدي والوضوء فلنشاهد الآن خطوات الوضوء واحد في البداية أقول بسم الله ثم تفتح الصنبور الماء بدون إسراف اثنان تغسل كفيك ثلاث مرات بالماء وتحرك الماء بين أصابعك ثلاثة تتمضمض من فمك بالماء ثلاث مرات أربعة تأخذ بعض الماء بيدك اليمنى إلى أنفك وتستنشق ثم تخرج الماء من أنفك بيدك اليسرى ثلاث مرات خمسة تغسل وجهك جيدا ثلاث مرات ثلاث مرات ستة تغسل يدك اليمنى حتى المرفق بمعنى الكوع ثم يدك اليسرى ثلاث مرات سبعة تمسح شعر رأسك بالماء من الأمام إلى الخلف مرة واحدة ثمانية تمسح أذنيك مرة واحدة بالماء داخل الأذن وحولها من الخارج تسعة تغسل رجليك رجل ججلك اليمنى تبدأ باليمنى بعد ذلك اليسرى مع تدليك الكعب بالماء وتغسل بين أصابعك ثلاث مرات والآن يا أصدقائي سوف نستخدم استراتيجية نافذة القراءة ماذا نشاهد يا أصدقائي في هذه الصورة؟ نعم الخطوة الثالثة من خطوات الوضوء وهو تمضمط بفمك بالماء ثلاث مرات والآن أيضا في هذه الصورة ماذا نشاهد؟ نعم أمسح إذني اليمنى واليسرى مرة واحدة بالماء وأدخل الماء داخل الأذن وحولها من الخارج الآن يا أصدقائي سوف نقوم بعمل تمارين رياضية عن طريق مقطع فيديو نشاهد الآن سوف نأدلي على الصورة التي تعبر عن النهار بوضع صح تحتها والآن يا أصدقائي سوف نتعرف على الحركات القصيرة وحروف المد لحرف الدال في البداية نتذكر سويا ما هي الحركات القصيرة نعم الفتحة الكسرة الضم سوف نقوم الآن بكتابة حرف الدال طيب عندما يأتي حرف الدال فوقه الفتحة كيف أنطقه؟ نعم الفتحة أفتح شفتي دا 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 أنا الفتحة أفتح شفتي عند النطق دا والآن سوف أقوم بكتابة حرف الدال وتحته الكسرة كيف أنطق حرف الدال وتحته الكسرة؟ نعم الكسرة أكسر شفتي دي دي أنا الكسرة أكسر شفتي عند النطق دا دا والآن سوف أقوم بكتابة حرف الدال وفوقه الضم الضم أضم شفتي دو دو أنا الضم أضم شفتي عند النطق دا طيب نتذكر سويا الآن حروف المد ما هي حروف المد؟ نعم الألف الألف والواو والواو وبكتابة حروف المد الآن الألف والواو وهذه هي حروف المد من هي بنت الألف؟ نعم الفتحة ومن هي بنت الواو؟ نعم الضمة ومن هي بنت الياء؟ نعم الكسرة سوف نقوم الآن بكتابة حرف الدال بجانب هذه الحروف لخروف المد عندما يأتي حرف المد بجانب حرف الدال كيف أنطقة؟ دا دا والآن أقوم بكتابة أو بقراءة حرف المد الياء بجانب حرف الدال دي دي نحن حروف المد ثلاثة أنا الألف ما قبل يأتي مفتوح ويسمى الحرف الممدود دا أنا الواو ما قبل يأتي مضموم ويسمى الحرف الممدود دو أنا اليا ما قبل يأتي مكسور ويسمى الحرف الممدود دي انتهينا الآن من الحركات القصيرة وحروف المدد لحرف الدال الآن أطلب من أحد الأطفال إكمال هذه الرسمة وأيضاً وأختارت في الآخر يكمل أيضاً هذه الرسمة نشاهد الآن في هذه الصورة مجموعة من الكعك وصينيتين في كل صينية مكتوب فيها رقم يقوم الأطفال بوضع الكعك داخل هذه الصينية بالعدد المناسب والآن يا أصدقائي سوف نقوم بتحليل وفهم كلمات القصة له قصة زينة ترسم الأحلام والآن سوف نستمع إلى نشيد إيدي بعد الاستماع إلى الأنشودة تردد المعلمة الأنشودة مع الأطفال وتسألهم عنها انتهينا الآن من الوقت أراكم غداً إن شاء الله إلى اللقاء